السؤال رقم سبعة بيقول السؤال إذا كان عنا سبعة وثلاثين ضرب ثلاثة وخمسين يساوي A مربع نائس B مربع بده يعني أوجد قيمة B هلا نحن عنا A مربع نائس B مربع هي عبارة عن مطابقة تربيعية A نائس B ب A زائد B يساوي سبعة وثلاثين ضرب ثلاثة وخمسين سبعة وثلاثين وثلاثة وخمسين هنين أعداد أولية فنستنتج أنه A زائد B هو العدد الأكبر والA مائس B هو العدد الأصغر معناتها A زائد B يساوي ثلاثة وخمسين و A نائس B يساوي سبعة وثلاثين هو بده قيمة B معناتها أنا لازم أعمل عملية طرح و تروح A مع A B نائس نائس B يعني اثنين B تقوم خمسين نائس سبعة وثلاثة يعني سبعة وثلاثة بقسم الآن على الثلاثة فبقيمة B تساوي 16 عثنين يعني ثمانية السؤال رقم ثمانية بقيمة السؤال إذا كان عندي ألف أو عشرة آلاف وثنين ضرب تسعة آلاف وتسعمية وثمانية وتسعين يساوي قديش ملاحظ أنه العشرة آلاف وثنين هي عشرة آلاف زائد اثنين وتسعة آلاف وتسعمية وتسعة وثمانين هي عشرة آلاف مائس اثنين يعني بيصير معنى هون عشرة وث أربعة زائد اثنين ضرب عشرة وث أربعة مائس اثنين مطابقة تربيعية يعني عشرة أثم مربع عشرة وث أربعة يعني عشرة وث أثمانية ماعس اثنين يعني أربعة فالجواب عشرة وثمانية مائس أربعة السؤال رقم تسعة عم يقلي تنين وخمسين مربع مائس ثمانية واربعة زائد ثمانية واربع مائس ثمانية واربع على المقام اللي هو تنين وخمسين مربع مو عايز 48 مربع يسابق قدش هلا 52 هخليه على حالة شوي 52 مربع المية واربعة هي 52 ضرب 2 فحساويه 52 ضرب 2 ضرب 48 وال48 بتضل على حالة 48 مربع بالمقام عنا نحنا مطابقة اربيعية هي 52 مائز 48 ضرب 52 زائد 48 بصير عنه هيا عبارة عن مطابقة اربيعية مربع الاول مائز ضعفية الاول بالتاني زائد مربع التاني يعني 52 مائز 48 على القوس مربع تحت بالمقام صار عنا 52 50 مائز 48 بضل يعني ضرب 52 زائد 48 هلا بتروح قوس ما قوس لانه 52 مائز 48 نفسها 52 مائز 48 يعني 4 52 زائد 48 يعني 100 يعني بصير معنا 4 على 100 يعني 0.04 4 السؤال رقم 10 بيلي السؤال اذا كان عندي x يساوي 2.998 y يساوي 0.998 بدي لاني اوجد قيمة x مكعب مائز 3 x مربع y زائد 3 x y مربع مائز y مربع طبعا هي عبارة عن مطابقة تربيعية هي x مائز تكعيبية هي x مائز y على القوس مكعب x معناها 2.998 y معناها 0.998 بيطلب معنا الجواب 2 على القوس طبعا مكعب ما ننسى 2 مكعب يعني جواب النهائي 8 سؤال رقم 11 ضمن هذا السؤال عنا 100 على 99 زائد 1 على 100 على 99 مربع مائز 1 يساوي قديش واضح تماما أنه نحن لازم نعمل عملية فت مطابقة تربيعية هي 100 على 99 مربع مائز 1 مربع فبسماعي البسط هو 199 زائد 1 بضلعة حاله والمقام هو 100 على 99 زائد 1 ضرب 100 على 99 ناقص 1 هلا بروح هاد مع هاد فبسينا عندي 1 على بوحد المقامات 100 ناقص 1 يعني 99 عفوا 100 ناقص 99 بعد ما واحد المقامات يعني 100 ناقص 99 يعني 1 على 99 1 على 1 على 99 فالجواب بيكون 99 سؤال سؤال رقم 12 بيقول هذا السؤال إذا كان عندي قيمة X تساوي 2 على 5 وقيمة Y تساوي 3 على 5 بدي يعني أوجد X-Y على القص مربع زائد 4XY على X مكعب زائد Y مكعب يساوي قدي مكعب هلا فوق عبارة عن مطابقة تربيهية X ناقص Y على القص مربع زائد 4XY يعني X زائد Y على القص مربع والمقام فيني كنتظر حسب قانون الأسكياء X مكعب زائد Y مكعب هو X زائد Y على القص مكعب ناقص 3 X Y بX زائد Y هلا صار فيني روح X زائد Y واحدة من هون واحدة من هون وهذا القص فصار عندي بصل X زائد Y والمقام صار عنا X زائد Y على القص مربع مائس 3 ضرب X ضرب Y طيب هلا إذا جينا على جنب X عندنا 2 على 5 وال Y عندنا 3 على 5 معنى X زائد Y يعني 2 على 5 زائد 3 على 5 فجواب 1 كمان X ضرب Y بتكون 2 على 5 ضرب 3 على 5 يعني 6 على 25 هلا منعوض هذا الحكي بالمطير بالشي اللي طيب معنا هون X زائد 1 عنا عنا زائد Y عفوا عنا 1 طيب معنا X زائد Y هون كمان 1 مربعة بيكون 1 مائز 3 X ضرب Y يعني 3 ضرب 6 على 25 هلا من واحد المقامات فبصير معنا 1 على 25 مائز 18 3 ضرب 6 على 25 50 50 تتلع البصير فبصير 25 على 25 18 يعني 7 إذا جرب 50 20 على 7 0 0 0 0 0 0 0